السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام ويعود وحيداً كأنه لم يختلط بأحد أبداً ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا بسيدة اسمها فيبي وهي بتحاول تهرب من بيتها من شخص بيطردها بسلاح وبنرجع قبل الأحداث دي بأسبوعين وبنشوف فيبي وهي بتجهز الفطار اللي بيثان زوجها ولما بتشوفه بيجهز علشان يمشي على شغله بتطلم منه ما يمشيش من غير ما يفطر لإنها تعبت في تجهيز الفطار لكنه ما بيهتمش وبيقول لها إنه ما عندوش وقت لإنه عنده اجتماع مهم ولما بتسأله عمل إيه بخصوص المكتبة اللي عايزة تفتحها بيقول لها بعصبية إنه مش فاضل الكلام ده وبيكون واضح إن علاقتهم ببعض مش أحسن حاجة ولما بيمشي على شغله بتحط فيه بالأكل اللي جهزته على صنية مع العصير وبتطلع لآخر دور في بيتها وبنكتشف في الوقت ده إنها معيشة لوكاس عشيئها في نفس البيت من ست أسابيع من غير علم زوجها وبنعرف إنه كاتب وإنها بتروج للكتب بتاعته ولما بيسألها لو فكرت في كلامه بخصوص إنهم يهربوا مع بعض بتقوله إنها بتتمنى تعمل كده لكن مش حينفع وده لإنها عارفة إن لو ده حصل استحال بيثان يبني المكتبة اللي هي عايزة يبنيها في الحي وبكده مش حتقدر تساعد الأطفال على التعليم وبعد كده بنشوفها وهي بتقرى المجموعة من سكان الحي روايات من الروايات اللي ألفها وبيكون واضح إنها محبوبة جدا منهم وبعد ما بتخلص سرد الرواية بتيجي طفلة تتكلم معيها وبتقول لها إنها بتحبها جدا وبتيجي سيدة اسمها بولا تتكلم معيها في الوقت ده وبتقول لها إنها مبسوطة لإنها عرفت إن العمدة زوجها بيسعى لبناء مكتبة في الحي ومن كلامهم مع بعض بنعرف إن فيبي كان عندها بنت لكنها توفت ولما بولا بتعرفها إن مستشار المجلس المحلي حيتقعد الأسبوع الجاي وبتعرض عليها تترشح للمنصب بتقول لها إنها حتفكر وحترد عليها ولما بترجع لبيتها بتعرف زوجها إنها اشتريت له كوبية قهوة بدل اللي ضعت منه لكنه ما بيهتمش وبيسألها عن البدلة بتاعته اللي كانت في المخسلة ولما بتقوله إنها ما جابتهاش لإنه ما طلبش منها بيقول لها إنها ما بتعملش حاجة مفيدة في حياتها وقبل ما يمشي بيقول لها إنه رجع بس للبيت علشان كان محتاج البدلة مش عشان يتغدى معيها وبعد ما بيمشي بتخرج تتماشى مع جيم صديقها اللي بيقول لها إنه ملاحظ بإنها مضغوطة قوي الفترة دي وبيطلب منها تدي نفسها استراحة من شغلها كمتطوعة في أكتر من مكان وبيقترح عليها تألف كتاب بما إنها من محبين القراءة وتاني يوم بتجهز سناكس وبتطلع للوكاس وبتطلب منه ينزل يوعد معيها تحت لإن زوجها مش حيرجع دلوقتي وفعلا بينزل معيها ومن كلامهم مع بعض بنعرف إن علاقتها بيبيتان بقت متوترة من وقت وفاة روزي بنتهم وبنعرف إنها حاولت أكتر من مرة تخلف طفل تاني لكن ده ما حصلش وبيتان كان دايماً بيلومها وشايف إن المشكلة من عندها هي ولما حاولت تعمل فحوصات رفض تماماً إنها تعمل كده وفي نفس الوقت ده بيسمع صوت عربية بره ولما بتبص من الشباك بتعرف إنه بيثان وعلشان كده بتطلب منه كاس يطلع لفوق بسرعة ولما بتحاول تلم الأطباء الكاسة بتقع منها وبتتجرح في صبعها في نفس الوقت اللي بيدخل بيثان للبيت ولما بيشوف اللي حصل بيقول لها إنها إنسانة مهملة وبيلومها لأن السجادة توسخت بسبب عدم تركزها وبعد ما بيهدى بيسألها لو هي كويسة وبيقول لها إنه رجع للبيت لأنه مفتقدها وكان حابب يشوفها وبيكون ردها عليه بأن هي كمان مفتقدة ومفتقدة لسعادتهم وأيامهم الجميلة اللي كانوا بيقضوها مع بعض ولما بتعرفوا إنها قررت تترشح للمنصب الجديد في المجلس بيفقد أعصابه عليها وبيقول لها إنها مش مهتمية بحاجة غير إنها تطور الحي اللي سكنين فيه وإنها تلاقي وظيفة وإنها ما بتهتمش بين هائي ولا بمشاعره وبيقول لها إن ليها وظيفة واحدة بس وهي إنها تدعمه وتقدم له الحب اللي محتاجه ولما بيخرجه وبيشوف صديقها بيتمشى بيستغرب لأنه أول ما رجع للبيت قالت له إنها لسه رجع وإنها كانت بتتمشى مع جيم ولما بتطلع فيبي تتكلم مع لوكاس وبتقوله إن بيثان قال لها إنها إنسانة فشلة بيقول لها إن مش معنى إنه قال لها كده يبقى كلامه صحيح لإنها من أسكى الناس اللي تعرف عليها في حياته وبيقول لها إنه مؤمن بيها ومؤمن إنها حتكون نكحة في حياتها لو انفصلت عن بيثان وبيعرض عليها تنفصل عنه وهو حيوفر لها كل حاجة محتاجاها وحيخليها تترشح للمنصب اللي هي عايزاه لكنها بترفض وبتقوله إنها لو عملت كده محدش حينتخبها وده لإن بيثان بالنسبة لسكان الحي بمثابة إله وبتوافق بس على إنهم يخرجوا في مواعد مع بعض زي ما هو كان حابب يعمل لكنها طول الوقت بتكون متوترة وخايفة من إن حد يشوفهم مع بعض وفعلاً خوفها بيتحول لحقيقة لما بولا بتشوفها معاه وبتيجي تسألها عنه وبسبب خوفها من إنها تقول لبيثان لإنهم بيشتغلوا في نفس المكان بتقول لها إنه أخوها لكن عايش برا الحي وبسبب كلامها بيخرج لوكاس وهو متعصب ولما بتحاول تهدي بيقول لها إنها كانت ممكن تعرفها عليه إنه صديق ليها وبيعرفها إنه قرى بيخلص كتابة الكتاب بتاعه وبيطلب منها تفكر كويس لحد الوقت ده وتختار بينه وبين بيثان وتاني يوم بياخدها بيثان معاه لمؤتمر صحفي يخص شغله لكنها بتكون مشوشة بسبب وجود له كاس اللي معرفهاش إنه حيخرج وبسبب ده ما بتسمعش السؤال اللي واحد من الحضور وجهه ليها ولما بترجع للبيت بيثان بيتعصب عليها لإنها ما كانتش مركزة وبسببها اتحط في موقف محرج وفي الوقت ده ما بتقدرش فيه بتسكت على إهانته ليها أكتر من كده وبتقول له إنها تعبت من تحكماته وإهاناته ليها طول الوقت وإن هي كمان بتتقلم على موت بنتها زيه بالزبط وبعد ما بيمشي بتطلع تلم لوكاس على اللي عمله وبتقول له إن كان ممكن يتكشفه بسبب تصرفاته ولما بيقول لها إنه مش حيقدر يتحمل أكتر من كده وعايز يعرف حتختاره هو ولا بيثان لإنه متوتر ومش عارف يكتب الكتاب بتقول له إنها حتتكلم تاني يوم مع بيثان لما يرجع من شغله وحتقرر بعدها هتعمل إيه وحتبلغه وفي نفس الوقت ده بيجي جيم يعرض عليها يشربه مع بعض لكنها بتعتذر منه بحجة إنها تعبانة وبتتفق معاه إنهم يأجلوا ده للإسبوع الجاي وتاني يوم لما بيرجع بيثان للبيت بيكون جايب لها ورد معاه كعتذار لإنه فقد أعصابه عليها وبيقول لها إنه كان مضغوط في الفترة الأخيرة وما خدش باله لإنها بتتقلم وبيوعدها إن الفترة الجاية علشان يرجعوا يحسنوا علاقتهم ببعض مرة تانية وبالليل بيبدأ يفكرها بالأحلام بتاعتهم قبل ما يتجوزوا وبيقول لها إنهم من يوم ما فقدوا روزي بنتهم وهو بيتقلم لكنه ما كانش بيبين ده ولا كان بيعبر عن ألمه وبسبب ده بدأ يبعد عنها بالتدريج لإنها كانت بتفكروا بيها لكنه دلوقتي فهم الغلطة اللي عملها وعاوز يرجع علاقتهم ببعض وبيطلب منها تدي له فرصة ويبدأوا بداية جديدة وفعلاً بتوافق في نفس الوقت اللي بيكون له كاز بيتصنط عليهم وتاني يوم بعد ما بيثان بيمشي على شغله بتطلع تلومه على اللي عمله وبتقوله إنه بيحط حياتهم في خطر وبتوضح له إنها مبارح اتوترت لإن معاملة بيثان معيها كانت مختلفة تماماً ولقيت نفسها بتوافق على عرضه بتلقائية لكن ده مش معناه إنها أخدت قرارها الأخير ولما بتروح تعد في الكافير اللي بتروحه دايماً بتيجيبولا تعد معيها وبتعرفها إنها تقابلت مع لوكاس أخوها مرة تانية وقال لها إنه بيكتب رواية عن قصة حب حقيقية وعشان كده هي حتساعده وحتعمله مؤتمر علشان الناس يشجعوه ولما بتسألها لو القصة بتتكلم عنه بتتوتر و بتقول لها إنها لازم تمشي ضروري ولما بتروح تتمشى مع جيم بيقول لها إنه متأكد من إنها بتمر من مشكلة لإنها بقت بتتعامل معه بعصبية ولما بيطلب منها تشاركه مشاكلها بتقوله إن دي أوهام فعقله وبتسيبه وبتمشي ولما بترجع للجمعية المتطوعة فيها بتقول لها زملتها عن المؤتمر اللي بقوله حتعمله لوكاس وبتقول لها إنها تعرفه وسمعت عنه كلام مش كويس زي إنه عصبي جداً وممكن يأذي أي حد وهو في حالة غضب ولما بتخرج فيبي من هناك بتقرر إنها تروح تتكلم مع جيم لإنها مش قادرة تكتم جواها أكتر من كده وبتعترف له بكل حاجة عملتها وبتقوله إن بيثان من وقت وفاد بنتهم وهو بقى شخص مختلف تماماً وطول الوقت بيقلل منها وبيتعصب عليها على أدفه الأسباب وفي يوم شافت على القميس بتاعه روج وعرفت إنه بيخنها وفي الوقت ده اتعرفت على كاتب اسمه لوكاس والده طرده من البيت وهو ما كانش عارف يصرف على نفسه والجمعة وبدأ يشتغل أكتر من شغلانا وكان هو الشخص الوحيد اللي بيقدرها ومؤمن بيها وعلشان كده حبته وتعلقت بيه ولما عرفت إنه مش لقي مكان يسكن فيه خلته يجي يعيش في القوضة اللي فوق بما إن بيثان ما بيطلعش لهناك وبيكون ردوا عليها بإن خيانة بيثان ليها مش مبرر لخيانتها وفي نفس الوقت ده بيجي الهرسلة من بيثان بيطلب منها تستعد علشان يروحوا بالليل لمؤتمر مهم ولما بترجع للبيت بينزله كاسي يتكلم معيها ولما بتقوله إنها عرفت بإنه اضطرد من شغله بسبب سلوكه وإنه عصبي زياد عن اللزوم بيقول لها إنه محدش قادر يفهمه حتى هي كمان شايفة إنه ملوش قيمة وبسبب ده بتفقد عصبها عليه وبتقوله إنه ناكل للجميل وما بيقدرش أي حاجة بتعملها علشانه وبتطلب منه يمشي من بيتها في أسرع وقت وبعد كده بنشوف بيثان وهو بيخانق فيها لإنها ما كوتش البدلة بتاعته وبيطلب منها ترجع للبيت وبسبب ده بتفقد عصبها عليه هو كمان وبتقوله ما يتلعبش بيها نفسيا لإنها كوتله اللبس زي ما طلب ولما بترجع للبيت بتقرر تهرب مع لوكاس بعد ما تأكدت إن بيثان استحالة يتغير لكنها أول ما بتدخل لقوته بتتصدم بوجود جثة ملفوفة في قماش فبتستنتج إن بيثان اكتشف علاقتهم وخلص عليه ولما بتحاول تتصل على جيم علشان يساعدها وينصحها تعمل إيه بيكون تليفونه مقفول وفي نفس الوقت ده بيرجع بيثان للبيت وبيقول لها إنه ناسا ملفه مهم وجاي علشان ياخده وبيطلب منها ترجع تاني للمؤتمر علشان شكله قدام الموجودين لكنها بترفض بحجة إنها تعبانة وبعد ما بيمشي بتتصل على الطوارق وبتقدم بلاغ بإنها لقيت جثة لكن بعد كده بتعتذر من الشرطة وبتقول إنها جثة كلب وبتعفل المكالمة ولما بيثان بيرجع للبيت بتاخد سكينة وبتدخل لقضتها وبتمثل إنها نيمة علشان لو حاول يأذيها هي كمان تعرف تدفع عن نفسها لكنه بينام في الصالة وتاني يوم على الفطار ما بيتكلمش معها انهائي على لوكاس وبتوصل الشرطة في الوقت ده علشان يتأكدوا لو هي كويسة بعد البلاغ اللي قدمتهم بيرح فبتعتذر منهم وبتقول إنها خبطت كلب بالعربية بتاعتها وما كانتش فوعيها لما اتصلت عليهم وبتروح بعدها لبيت جيم لكنه ما بيكونش موجود ولما بتسأل بيثان عنه بيقول لها إنه ما يعرفش حاجة عنه وفي نفس الوقت ده بيجي لورسلة منها بإنه مسافر وبعدها بشوية بتيجي ماري وكيلة عقارات وبتبلغها إنها جاية تتفرج على البيت لإن بيثان قرر يبيعه ويشتري بيت جديد في المدينة وفعلا بتفرجها عليه وهي خايفة من إنها تشوف الجثة لكنها لما بتطلع لفوق ما بتلاقيش ليها أي أثر ولما بتتصل على بيثان وبتقوله إنها مش موافقة إنه عم ينقله المدينة تانية بيفضل مصامم على قراره وبيقفل المكالمة فوشها ولما بتروح للجمعية وبتسألها بولا عن لوكاس بتقول لها إنه سافر وفي الوقت ده بتحاسب ألم شديد في بطنها ولما بتلاحظ بولا بتقترح عليها تعمل اختبار حمل وبتعمل كده فعلا أول ما بترجع لبيتها وبتتصدم إنها حامل وتاني يوم بتروح لبيت جيم وده لإنها كانت شافت بيته منور بالليل لكنها بتفضل تخبط كتير من غير فايدة وبعد ما بتمشي بتلاحظ إن في حد بيبص عليها من وراء الستاير لكنها ما بتشوفش مين ولما بترجع لبيتها بتلاقي بولا جاية تتكلم معيها عن المكتبة ولما بيدخلوا يتكلموا جوة بتطلب بولا إنها تدخل الحمام وفعلا بتشولها على مكانه وبتسمح لها إنها تدخل لكن بعدها على طول بتشوفها في مكتب زوجها ولما بتسألها بتعمل إيه بتتوتر وبتقول لها إنها تلغبطت وبتتحجج بإن عندها مشوار مهم ولازم تمشي وفي نفس اليوم بتعرف فيبي بالصدفة إن بيثان أجل فكرة المكتبة واستبدلها في فتح مركز توجاري ووقتها بتقرر تروح تقدم بلاغ بإنه أنهى حياة لوكاس لكنها لما بتوصل لإسم الشرطة وبتعرف إن المدير صديق مقرب منه بتتراجع عن قررها وبترجع للبيت ولما بيرجع من شغله بتطلب منه إنهم ينفصلوا لإنه مفيش حد مبسوط بحياته مع التاني وبتعترف إنها خانته زي ما هو خانها ولما بتسأله لو هو اللي قتل لوكاس بيعرف إنها بتسجله وعلشان كده بيطردها لحد ما بيطلعوا لفوق وهناك بتتصدم بلوكاس مصوب مسدس عليها ولما بتسألهم جثة مين اللي كانت موجودة بيعترف بيثان إن حصل خناء بينه وبينجم بسببها وخلص عليه ولما طلع لفوق علشان يخبي جثته شاف لوكاس هناك وعرف إنها بتخونه معاه وبدل ما يخلص عليه هو كمان قرر يتعاون معاه وينتقموا منها لإنها خانتهم هما الأتنين وكانت نيته هو إنه يثبت إنها كانت على علاقة بجم وإنها خلصت عليه وعلشان كده بعت وكيلة العقارات على أمل إنها تشوف الجثة وتبلغ لكن لوكاس طلع جبان وخب الجثة لكن دلوقتي حيخليه خلص عليها وبيكون حيعمل كده فعلا لكن بيغير رأيه لما بيعرف إنها حامل وبسبب ده بيثان بيخلص عليه هو كمان ولما بتستغل فيه بالفرصة وبتهرب لتحت بيروح وراها لكن قبل ما يئذيها بتوصل الشرطة وبتقبض عليه ولإن تليفونها سجل كل كلامهم فبيكون دليل كافي على جرايمه وبعد كذا شهر بنعرف إن فيبي اتعينت مستشرة في المجلس وإنها كمان فتحت المكتبة زي ما كانت بتتمنى وفي النهاية بنشوفها بتتكلم مع بولا اللي بتعترف لها إنها كانت بتتحرى عن زوجها وعلشان كده دخلت لمكتبه من غير إذنها لإنها كانت شكة إنه هو سياسي فاشل وبفضلها أخد الجزاء المناسب وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وكممنت وتفعيل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD Film